يحيى بدنا نحكي عن البطولة التنشيطية وابتعاد الموسم فترة الطويلة هاي دفعة الاندية لهذا وذاك اسمح لي دكتورة واشكرك على العائل المقدمة بالفعل يعني وضعت ايدك على الجروح الان لازم نحكي بصراحة اليوم لما نحكي العودة الى الاجندة السابقة منقول انه دورينا بده ينتهي بشهر اذا بدأ ببطولة تنشيطية بنتهي بشهر خمسة جاء من العام القادم يعني في الاربع وعشرين نعم فانت بتحكي على موسم طويل اليوم احنا قبل ما نحكي بنقول انه تسع اندية اردنية محرومة من التعاقد بنقول انه بتصريح رسمي انه التزامات الاندية اتجاه اللاعبين مليون وسبعمائة الف هاي مطلوبة من الاندية خلال السنوات الماضية حتى اليوم مطلوبة لللاعبين والاجهزة الفنية والاجهزة الادارية احنا خلينا نكون صريحين اذا بدنا موسم يكون ناجح يجب انه احنا نعترف انه الموسم القادم صعب جدا صعب على الاندية وصعب على اللاعبين الان لما اجتمعوا الرؤساء الاندية في مقر الناد الفيصلي وشكلوا لجنة رباعية متضم رئيس نادي الوحدات ورئيس نادي الفيصل ورئيس نادي السحاب ورئيس نادي حسين اربيد اللي مثلوا نادي الرئيس واجتمعوا في اتحاد كرة القدم وطرحوا همومهم الان هاي مصلحة الاندية الاندية مش معقول تتعاقد مع اللاعبين من شهر تدين مشان بطولة تنشيطية ثم بطولة الدرع ثم الدورة اللي متوقع يبدأ في اواخر شهر تموز وبداية شهر آب اليوم حرام منقول على الاندية في الجانب الاخر منقول اللاعبين احنا اليوم على تواصل يومي مع اللاعبين دكتور اللاعبين لهم مستحقات من الموسم الماضي قبل الماضي على الاندية اليوم اللاعبين محرومين من الدخل الشهري الاندية ما بتدفع اللاعبين ممكن يكونوا انهوا عقودهم حتى اللاعبين اللي معهم عقود اكثر من سنة او اكثر من موسم مع النادي ما في رواتب شهرية لهم فحتى اللاعبين احنا لما نقول بدنا والله الاندي اتفضل اه كمي كمي احنا لما نقول الاندي الان بطالب انه تشارك بطولة 19 اللاعبين عندهم سؤال طب و احنا يعني الان احنا وين نروح انا عائلات وين نروح لذلك يجب انه احنا كنا نعمل دكتور تذكر لما كنا برخاء نعمل خلوات البحر الميت احنا اليوم مطلوب منها لما كنا وين لما كنا يعني حالتنا المادية في الانتحاد والاندي شوية يعني لما كان المنصير راعي البطولات بكل صراحة اليوم احنا بدنا خلوة بس مش ضروري في البحر الميت نعملها مقار الاتحاد مقار التهيزيون نعملها ونسمع نسمع كل منظومة كرة القدر والله قد اللاعبين المدربين الاجهزة الطبية رؤساء الاندي حتى احنا نخرج بنتيجة بنتيجة واحدة توصيات نعم ونشتغل على التوصيات نعم صحيح